ألم أسفل الظهر شباب كتير بيشتكي منه سواء أثناء التمرين أو بعد التمرين والألم دون غالبا بيبقى واخد جنب واحد من الظهر يا إما الجنب اليمين أو الجنب الشمال في فيديو النهاردة هنعرف سبب الألم دون إيه وإزاي نقدر نعالجه بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجة بننزلها يالله بنا نبدأ السلام عليكم معكم دكتور أحمد هيكل برحب بيكم في فيديو جديد ألم أسفل الظهر أثناء أو بعد التمرين دون ممكن يكون سبب من أسبابه هو ضعف عضلات حزام الوسط أو عضلات الكور مصلز عضلات الكور مصلز أو عضلات حزام الوسط ديان هي اللي بتثبت الفقرات بتاعتك وبتثبت العمود الفقر بتاعك يعني مثلا وإنتماشي وشايل وزن في إيدك بالشكل ده عضلات حزام الوسط أو عضلات الكور مصلز ديان هي اللي مسبتها الجزع بتاعك كويس وإنتماشي ولو العضلات ديان ضعيفة هتيجي تشيل أوزان وإنتم تتمرن حزام الوسط أو عضلات حزام الوسط بتاعتك مش هتقدر توفق معاك ومش هتقدر تثبت العمود الفقر بتاعك كويس وإنتم تتمرن فعشين كده ألم أسفل الظهر هيظهر ده كده يعتبر سبب من أسباب ألم أسفل الظهر أثناء أو بعد التمرين وهو ضعف عضلات حزام الوسط لو عايزنا نتكلم بالتفصيل إزاي نقدر نقاول عضلات ديان بتمرين معينة عرفوني في الكومنتات تحت ده كده السبب الأول لألم أسفل الظهر السبب الثاني لألم أسفل الظهر أثناء أو بعد التمرين هو ضعف عضلات الجولوتياس ميدياس العضلة ديان موجودة في الحوض في المنطقة ديان بالظبط العضلة ديان موجودة على الجنبين بتوع الحوض والعضلة ديان بتديك اتزان أو بتعمل اتزان في الحوض بتاعك وإنتماشي يعني مثلا إما تيجي ترفع رجلك كده وإنتماشي اللي بيمنع أن الحب بتاعك ينزل لتحت بالشكل ده هي عضلة الجولوتياس ميدياس اللي موجودة هنا وكذلك برضو إما بتيجي ترفع الرجل التانية وإنتماشي اللي بيمنع الحب بتاعك من السقوط كده هي عضلة الجولوتياس ميدياس اللي موجودة هنا فالعضلة ديان موجودة على الجنبين بتوع الحوض ولو عضلة من العضلات ديان ضعيفة مش هيبقى فيه اتزان في الحوض بتاعك وإنت مثلا بتجري أو بتمارس رياضة أو بتشيل أوزان فده برضو هيعمل عدم اتزان ما بين عضلات أسفل الظهر وهتلاقي جنب من الظهر بتاعت شايل أوزان أو محمل أو عليه استرس أكتر من الجنب التاني فده ممكن يكون هو سبب ألم أسفل الظهر عندك هو ضعف عضلة الجولوتياس ميدياس وعشان تعرف إذا كانت العضلة ديان ضعيفة عندك ولا لا فيه تيست أو اختبار بسيط هنعمله دلوقتي هتقف قدام المراية بالشكل دوا كده وبعد كده تخلي رجلك اللي اتنين في مستوى كدفك وبعد كده هترفع رجل واحدة لفوق بالشكل ده وترجع ترفع أو تقارن بالرجل التانية بالشكل ده وتشوف جسمك ميل لأنهي ناحية أكتر الناحية اللي جسمك هيميل لها أكتر هي دي اللي هيبقى العضلة بتاعك جولوتياس ميدياس ضعيفة عندها والاختبار دوا ممكن يتعمل بطريقة تانية أن انت تقف على جنب الحيطة بالشكل ده كده وتحط حاجة مثلا مقدارها حوالي 10 سنتي جنب رجلك وبعد كده ترفع دراعك لفوق بالشكل ده وتحاول ترفع الرجل الشمال لفوق عرفت تعمل التمرين دوا كويس يبقى كده عضلة جولوتياس ميدياس اللي موجودة في الناحية اليمين كويسة هنعكس الناحية التانية وتوقف على الرجل الشمال وترفع الرجل اليمين لقيت نفسك مثلا مش عارف ترفع رجلك من على الأرض أو مش قادر تثبت فترة أطول يبقى كده العضلة اللي في اليمة الشمال ديا هي اللي ضعيفة ومش قادرة تشيل وزن جسمي وأنا برفع الرجل التاني كده قدرنا نحدد إذا كانت عضلة جولوتياس ميدياس ديا ضعيفة عندنا ولا لأ هنيجي بقى دلوقتي لو هي طلعت ضعيفة إزاي نقدر نقويها هنقول عضلة ديا بتمرينين بساط جدا بس قبل ما نبدأ في التمرين دول لو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو دوا اعمل يلا لايك بسرعة ويلا بينا نبدأ أول تمرين هتنام على الجنب السليم بالشكل ده وتتني رقبك الاثنين كده وتحاول ترفع الرجل المصابة لفوق بالشكل ده وخلي بالك وانت بتعمل التمرين دوا سبت الحوض بتاعك كويس بحيث ان هو ما يرجعش الورا وانت بترفع رجلك او ركبك لفوق هتعمل التمرين دوا كده عشر عدات اربع مجموعات التمرين دوا كده بيعمل تنشيط او تقوية لعضلة الجولوتياس ميدياس اللي موجودة على الجنب ده وفيه تمرين تاني برضو ممكن ننشط به العضلة ديا هو التمرين بالشكل ده هتنام على الجنب السليم وترفع الرجل اللي فيها العضلة ضعيفة لفوق بالشكل ده وتخلي رجلك في مستوى جسمك وتسبت الحوض بيدك كويس وتطلع برجلك لفوق وتنزل هتعمل التمرين دوا عشر عدات تلات او اربع مجموعات التمرين دوا واللي قبله والهدف منهم ان احنا ننشط او نقوي عضلة الجولوتياس ميدياس الضعيفة ديا عشان يبقى فيه اتزام في الحوض بتاعك وانت بتجري او انت بتتمرن في الجيم او بتشيل اوزان او بتعمل سكوات وبالتالي يبقى الوزن نازل على الحوض بشكل متساوي مايبقاش فيه جنب شايل اكتر من الجنب التاني وبالتالي هيبقى فيه اتزام ما بين عضلات اسفل الظهر مش هيبقى فيه برضو عضلات محطوط عليها استرس اكتر من التانية وبالتالي مش هيبقى فيه الم في اسفل الظهر التمرين دي انا هتعملها من 3 ل 5 مرات في الاسبوع لو حسنت الاتزام ما بين العضلاتين دول ان شاء الله الم اسفل الظهر اللي بيجيلك اسناء التمرين او بعد التمرين يتحسن وبكده يكون موضوع النهاردة خلص اتمنى يكون استفادتم اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم